نروح لملف تاني ملف الحياة الكريمة الحياة اللائقة لكل المصريين والحقيقة دايما بنقول إن إنجاز بكل المقييس حصل في بلدنا وهو القضاء على فكرة العشوائيات ملف العشوائيات اللي كنا دايما بنعاني من القصة دي وبنقول إنها قنبلة موقوتة لما جاء الريس وقال إنه ما ينفعش نسيب أهلنا عيشوا كده وما ينفعش الناس تعيرنا بفقرنا وما ينفعش تبقى ظروف غير أدمية والناس تبقى عيش حياتها مهددة دايما بالخطر في أي لحظة علشان كده اشتغلت الدولة المصرية إنها تقضي على قصة العشوائيات وتنقل الناس إنها تعيش حياة كريمة شفنا مسألة طبعا كنا بنشوف الصور قبل وبعد قد إيه بقت يعني لأ مجمعات سكنية لقيقة تروح الناس تلاقي كل حاجة موجودة الشقة مفروشة تلاقي حتى المكان اللي تم النقل فيه كامل الخدمات والمرافق وحاجات للأطفال وملاعب وعيادات ومدارس كل حاجة موجودة على الأرض فبالتالي الموضوع ده كان محل إشادة وتقدير يمكن هنطرق لده بعد شوية لكن الأول خلينا أقول لحضراتكم إحنا عملنا إيه وإزاي المركز يعني من مجلس الوزراء اللي طلع تقدير النهار ده أو إنفو جراف بتكلم فيه عن الخطوات والشغل اللي عملته الدولة المصرية في قصة العشوائيات الجمهورية الجديدة هتكون خالية من المناطق العشوائية مع إعلان مصر خلوها من المناطق غير الأمنة نهاية 2021 ومن المناطق غير المخططة في 2030 ده في إطار الجهد اللي بتقوم بالدولة المصرية إنها توفر سكن آمن وكريم لكل المصريين عدد اللي استفادوا من المسألة دي بنتكلم في مليون ومئتين ألف مواطم استفادوا من تطوير المناطق غير الأمنة المناطق دي بلغ عددها 357 منطقة في 25 محافظة عدد الوحدات السكنية 246 ألف وحدة سكنية التكلفة 63 مليار جنيه كتكلفة للمشروعات وقيمة التقديرية للأرض بنتكلم على 33 منطقة غير أمنة من الدرجة الأولى 269 منطقة غير أمنة من الدرجة الثانية و34 منطقة غير أمنة من الدرجة الثالثة و21 منطقة غير أمنة من الدرجة الرابعة طبعا لازم نفرق ما بين المناطق اللي هي المهددة للحياة والغير أمنة وما بين المناطق الغير مخططة فعشان كده كانت الأولوية للمناطق المهددة للحياة المناطق الغير أمنة باختلاف بقى تصنفها وفئتها فعشان كده المناطق العشوائية والغير أمنة والمهددة والخطرة كان لها الأولوية وتم القضاء أو تم إنهاء الملف ده بالكامل يتبقى بقى المناطق الغير مخططة وده يبقى بلف كبير قوي فعلشان كده ده إن شاء الله مقدر ليه أنه يحصل على نهاية 2030 أما بقى عن ردود الأفعال الدولية والإشادات الدولية بجهود الدولة في التعامل مع هذا الملف على سبيل المثال صندوق النقد الدولي قال إن الحكومة المصرية تتبنى برامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجة الإيكونوميست كمان أشادت باهتمام الحكومة المصرية بالمخططات اللي علاقة بالإسكان لزوي الدخل المنخفض وقالت إنه بيتعقعوا إن قطاع البناء يكون محرك رئيسي للنمو الاقتصادي عندنا كمان برنامج أمم المتحدة تتكلم على إن الدولة المصرية أظهرت التزاما جدا من أجل تطوير المناطق العشوائية خلال الأعوام السابقة وإنها طبقت استراتيجيات شاملة ونكحة نتج عنها نتائج جيدة فيتش قالوا إن الوكالة الدولة المصرية تتخذ خطوات عديدة لمعالجة أضايا الإسكان وإن القطاع ده هيستمر في الحصول على الدعم لتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي واستمرار المشروعات لنقل المواطنين من المناطق العشوائية للوحدات السكنية الجديدة يعني وإنت بتتكلم إنه من حق المواطن المصري إنه يعيش حياة كريمة وسكن لائق بيه ويكون كل الخدمات وكل الأمور متاحة بالنسباله وبرامج حماية اجتماعية فإنك بتحط الأولوية بنك تتكلم على بناء إنسان بكل التفاصيل وبكل المفردات هذا المعنى